كانت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أشادت بأداء الاقتصاد المصرية وما أظهره من قدرة على الصمود واستعاب التدعيات السلبية النجم عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية مشيرة إلى الرؤية التنموية التي تسعى الدولة المصرية لانتهاجها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل مواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرية من جديد يبعث صندوق النقد الدولي برسالة طمأنة بشأن أداء الاقتصاد المصري رغم الظروف العالمية الصعبة التي ضربت اقتصاديات العالم أجمع حتى الكبرى منها كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي أشادت بأداء الاقتصاد المصري وما أظهرهم من قدرة على الصمود واستعاب التدعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أخذت في الاعتبار الرؤية التنموية التي تسعى الدولة المصرية لانتهاجها تحت قيادة الرئيس السيسي وذلك من أجل مواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري جورجييفا أعربت عن تطلع صندوق النقد الدولي إلى مواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمها للإصلاحات الاقتصادية بها تصريحات تعد بمثابة شهادة ثقة وعنوان يحمل وراءه تفاصيل كثيرة من العمل والجهد في ظل برامج إصلاح اقتصادي ومشروعات قومية تعزز من الأسس الصلبة التي تستند إليها مصر كما تعكس تصريحات رئيسة صندوق النقد عن الاقتصاد المصري ثقة أحد أكبر المؤسسات الاقتمانية الدولية في تحقيق انتعاشا للاقتصاد المصري بالتزامن مع سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي ساعدت على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والفرص والحوافز لاستثمارية ويستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي حماية استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية النتيجة عن الأزمات العالمية الحالية ويمنح رسالة إيجابية لصندوق الاستثمار الأجنبية ولجذب الاستثمار الخارجي بجانب زيادة تصنيف مصر الاقتصادي من مؤسسات التصنيف الدولية وعلى الرغم من كل الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها العالم فقد حرست الإدارة المصرية على اتخاذ عدد من الإجراءات لتوسيع نطاق مستهدفات برامج الحماية الاجتماعية بالتوازي مع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي ترجمة نانسي قنقر